الشهد في عنم الخليل وعيونها السلسبيل يأرت جيل بعد جل وكفع تاريخ طويل الشهد في عنم الخليل وعيونها السلسبيل يأرت جيل بعد جل وكفع تاريخ طويل زنان زنان بعمر الزمان بنجيب العنب من التشرم وبعد ما نجيب العنب من التشرم بنغسله وبنحذره وبنهيئه للعصير للعصير بنشغل الماكنة الماكنة هذه بتشتغل على كهرباء وهذه الماكنة مجرد ما تحط فيها العنب بتأخذ حب العنب بتدعشه والعرمط اللي في العنب بتطلعه من مكان ثاني جنال زنان بعمر الزمان ومال الدخيل بها من مكان الشهد في عنم الخليل وعيونها السلسبيل يأرت جيل بعد جل وكفع تاريخ طويل سلم على وذيانها والطير في أفنانها سلم على وذيانها والطير في أفنانها سلم على وذيانها والطير في أفنانها عصير العنب اللي بطلع بنحطه وبنغلي غلوة كاملة مع حور وبنصير نقوش عنه كل الزوف اللي بطلع منه لما يصير مي رووق صافي الحور مشان يصفيه حور اطراب أبيض مشان يصفيه مشان يصفيه لأنه بطلع منه كل العشر بطلع منه كل العشر حور اطراب اطراب أصفر على بياض بانه استخدمه للشغلات الدبس للشغلات الملبن للروق اللي بطلع من العنب هو اللي بنقي وبصفي الميت الروق اللي احنا بنستخدمها للدبس وللملبن بننقل من الدست في مواعين ثانية تايصفة وبنعمله دبس هذي اول مهمة نجيب منديرها في مواعين سطولة وبعدينش متى ما مردت من عاود نديرها في الدست ولما نديرها في الدست بنبلش نغلي فيها اللي تصير دبس بنظل نغلي فيها من 4 على 5 ساعات حسب شو الدبس كدش كمية النار اللي تحتيه أو شو الطريقة اللي تغلي فيها يجي بده يستوي بنصير نطول من الدست في صحن ونحركه ونبرده لأنه دمته وسخن ما ببين معكي انه استاوى أولى بس يبرد ببين كيف انه استاوى أولى وبس يبرد بعدين بنيجي بنعبيه في مطربنات وفي غزايز في غناني قزايز وبنا بنوزعه للسوق يعني بيجونا للبيت مقطو وبيصير في مهرجنات بنروحنا في المهرجنات وبنا نبيع الدبس الملبن بنجيب أول إشي لعنب وبنشطفه بعدين بنعصره على العصارة بعد ما نعصره في ناس بحطش عليه حور بطبخه طوالي بس أنا لأ بحط عليه حور ليش عشان الحموضة كلها والوسخ يطلع منه فأنا بحطش سكر من مرة بحط يعني سطل مية عالطنجرة ولا أحط سكر يعني بكون حلو كثير وبعدين بالنسبة لسطل المية إلو خمس أواج سميد بالضبط لأنه إذا بتحطي أكثر أواجال يا بيجي شديد يا بيجي طري فأعياره خمس أواج وبعدين بنحط عليه بحط عليه جريش وبحط عليه السنيد والمصلع سيادة محمد بحط سنسام وبحط مكسرات جوز لوز بحط ينسون وبرش ورش لما صير أعمل برش ورش على في الدست وبعدين واحد بظل حرج لأنه لو بوقف عن التحريش بلزق فبظل حرج حرجه حرجه لما يستوي بعد ما يغلى بصير يعني يستوي بصير ينقله في بسطولة ونمده على المشمع على المشمع فبطلع يجند وبعدين بعد ما ينشف بقعد يومين على الحيط وبعدين بنشره على الحبال عشان ينشف لأنه من حاجة بيكون مرطب بنقلبه وبنشريه لما يشريه بنشف بعد ثلاثة أيام أربعة أيام خلاص بنلمه وبنصفته بنصير نحط كيل ومص كيله وقداش الواحد بده وبنحط في كياس وبنغلفه في الماكنة وبنصوق وبيجوا يعني بيجوا لي من غزة بيجوا من جنيان وبيجوا من نابلس بيجوا من الخليل بيجوا من المكان لأني عامل كروت أنا وموزعه عكل واحد بيشتري بوزع كرت أشاهد في عناب الخليل وعيون ما يسهل سبيل هي إرتجيل بعد جل وكفاح تاريخ الطاويل أشاهد في عناب الخليل وعيون ما يسهل سبيل اشتركوا في القناة